مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع في أحد المتابعين في هذه القناة سألني سؤال وفعلا سؤال مهم جدا وحبيت أجاوب عليه هل يمكن شراء جواز سفر كندي عرض عليه أنه واحد يبيعه جواز سفر كندي فأوقفتني هذا الموضوع وعندما أقول أنه لا يزور جواز سفر كندي فعندما أردت أنه لا يزور جواز السفرات والفيز طبعا هذا شيء تقريبا عفى عليه الظهر لأنه معظم الجوازات أصبحت غير قابلة للتزوير صعب جدا تزويرها صار فيها كثير أشياء علامات صعب أن تزورها لها رقم إلكتروني لازم يعمله سكان والفيز نفس الإشي صارت كلها فيها أشياء مضيئة وليزر ومش عارف إيش وأرقام وشغلات تضوي بتحت الضوال بنفسجي والألترا فيا ليل وما ذلك المزورين للأسف برضو تكنولوجيا عندهم تتطور فعم بحاولوا أنهم يطوروا حالهم وعندهم أجهزة وعندهم تكنولوجيا وعندهم هاكرز وعندهم ناس عم بتسوي التزوير لكن أنا أبدأ حكيها للجميع أوعى 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 تفكر بهاي الطريقة قد تكون هاي الطريقة أسهل طريقة لكن فعليا أنت عم بتضع نفسك في خطر أنت مش متثوره لأن معظم هذه الجوازات والفيز سيتم الكشف عنها في المطار أول ما تنزل المطارة هيكشفوها الآن يمكن ربنا يبعت لك نصاب هيك وشو اسمه مزور كويس وتزور لك جواز صح بس بتغضي النظر بتضل أنت تحت الرزق أوكي فأنا نصيحتي للجميع إذا عرض عليك موضوع أنك تزور جواز سفر أو فيزا انسى الموضوع نهائيا المساري التي ستدفعها روح استثمرها في نفسك وحاول أن تذهب على الهجرة القانونية على الطريق الصحيح ودخل على الموقع وشوف شو يجب أن تفعل هذا هو الخط الصح معظم الفيز هاي والجوازات تكلفك بمبالغ كبيرة أرقام خيالية التي سمعتها 20 و 30 ألف دولار طب ما أنت بتقدر بالـ 20 ألف دولار تعمل استثمار بحالك وتقدم على الهجرة صح الوقت رح يأخذ منك وقت بس أنت داخل يعني دخول صحيح بغض يعني موضوع هيا أنت جواز سفر هيك يدعم تأخذه ويلقى القبض عليك في المطار هيا شو برح يصير يعني إذا ما سجنوك إذا ما رححلوك إذا ما أحطوا عليك بلاك لست يعني البهدلة ليش تحط حالك في موقف زي هاي فأوعى أوعى 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 تفكر في شراء جواز سفر مزور أو فيزا مزورة كل هاي الشغلات لن تصلك إلى المكان الصحيح ولا الطريقة الصحيحة في ناس وصلوا في ناس حظهم مشى بس يعني بدك تكون منتبه جدا 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 وأنا لا أنصح بهاي الطريقة وهدول النصبين عم بأخذوا أموالك وأولاد عيالك بهدف إنهم يضحكوا على العالم وهم عادي بيوتهم مرتاحين فأهم شي إن كنتبهوا منهم بلغوا عنهم السلطات لأنه هدول حرامية حرامية بيستاهلوا السجن صراحة يعني هاي آخر شغلة هل يمكن دخول وشراء جواز السفر الكندي بطريقة رسمية لا جواز السفر الكندي لازم تدخل عن طريق بغض النظرش وطريقة الهجرة اللي ماخدها لازم تحصل على الإقامة الدائمة لمدة ثلاث سنوات تقيم فيها في كندا ثلاث سنوات مش شرط تكون متتابعة بعد الثلاث سنوات بتقدم على الجنسية الجنسية ما بتخدها أوتوماتيك بتقدم عليها تقديم بعد ما تقدم على الجنسية بتنتظر فترة بتقدم امتحان الجنسية بتخلصه بتنتظر فترة بتروح على شغلة اسمها السيروموني اللي هي الاحتفال اللي بتقسم فيه القسم للولاء ثم بعد القسم بيوميا تقدر تروح تقدم على الجواز برضو زي ما حكينا كلها لازم انت تقدم عليها مش معناها انك حصلت على الجنسية انك حصلت على الجواز الجواز لازم تقدم عليه تقديم الان هل فيه سؤال ثاني هل فيه طرق هجرة الى كندا بيزنس بيبول يس كانت موجودة هاي الطرق ولسه موجودة بتقدر تهاجر الى كندا عن طريق البزنس مبالغ كبيرة بتذكر انه فيه اربع مليون وخمس مليون اذا معك هاي المبالغ بتقدر تقدم على هجرة البزنس وتيجي على كندا بيعطوك اقامة دائمة وبعد يعني بتصير زيك زي المعاء اقامة دائمة الجاي المهاجر هي طريقة الهجرة اما هي مش انك انت والله اجيك دخلت اخدت الجواز بعد شهر او شهرين ما في هذه الطريقة لازم تمر في مرحلة الثلاث سنوات تبعت الاقامة دائمة حبيت اوضح هذا الموضوع الله اعطيكم الف عافية وتابعونا دايما السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد شكرا